السلام عليكم تذكرون السن الماضي لما Acer كشفت أو طرحت في الأسواق Acer Predator Helios 300 أرخل حاسب محمول بكرت شاشة GTX 1060 وحصل على ضجة كبيرة جدا وللأمانة حاسب كان ممتاز ولو أنه مستوى الإضاءة ما كان بالشيء المطلوب جدا وصوت المراوح كان ملحوظ على هذا الحاسب عموما أنه هذا الحاسب حقق مبيعات عالية جدا لهذه الشركة لدرجة أنه قررت إصدار نسخة خاصة من هذا الحاسب نفس الاسم لكن نضيف عليها Special Edition والجديد في هذه النسخة أنه اللون الأبيض مع اللون الذهبي جميل جدا صراحة على هذه النسخة الخاصة ستحصل على لوحة فاتيح ستحصل على فارة ستحصل على حقيبة متماشية مع هذا اللون الجميل جدا هذه النسخة ستكون بنفس التصميم بنفس جود تصنيع ما بين الألمينيوم والبلاستيك الإطار خاص بالشاشة موجود وهو الوحيد الذي فقط يستخدم البلاستيك مع المكان الأمثل للكاميرا الأمامية إضاءة خلفية باللون الأبيض مع هذه النسخة الخاصة وهذا الحاسب المحمول راح يزودك بالجيل الثامن مع الجات انتل والسس دي من وصولا إلى 512 جيجا بايت والذاك عشوائية وصولا إلى 32 جيجا بايت ولازال بنفس كرت الشاشة اللي هو GTX 1060 أضف على ذلك أن الشركة وضعت شاشة بمقاس 15.6 إنش IPS لكن هذه الشاشة الآن أصبحت 1440 هرتز فهذه الشاشة مع GTX 1060 ممكن يوصل المية إطار بالثانية ما توقع راح يوصل إلى 1440 هرتز ولا تفهموني غلط كرت الشاشة ممتاز جدا ومناسب جدا للعاب F8P من الهاي إلى الالترا مساحة كبيرة جدا لراحة اليد ولا زال بنفس المنافذ من ناحية قارع الذاكرة ويوس بي 3.1 الـ HDMI USB-C منفذ للشبكة ومنفذ للصوت واثنين للأسف لا زال بنفس التقنية القديمة يوس بي 2.0 ومنفذ للطاقة لوحة الفتيحة اعتبر جيدة جدا مكان السمعتين كنت ما يكون أفضل من كده ونعم هذا الحاسب بنفس نتائج اللي رح تحصل عليها أو اللي حصلت عليها مع النسخة القديمة فهذه النسخة الخاصة ويش رايكم بهذا اللون الجديد على حاسب محمول والله الصراحة أغلب الحاسبات كثير ما تكون باللون الأسود ونحطوا الـ RGB اللون الزرق اللون الأحمر كثير اللون الأحمر لكن أشوف اللون هذا الصراحة جميل ويش رايكم؟ فشاركوا برايك في خانة التعليقات إذا عجبك في فيديو ضغط على جزر اللايك إذا ما عجبك ضغط على جزر الدسلايك مع السلامة